الحقيقة خلينا نتكلم أنه في الوقت الحالي مصري بتصطديف بطولة الأهرام الدولية التانية لكرة الهدف للمكفوفين يعني معنا تقرير هام جدا عن تفاصيل البطولة خلينا نتابعنا أرجع لكم مرة تانية البطولة دي بطولة أحرامات مصر الدولية التانية ده معنا أن مصر بتنظمها سنويا نظمناها العام الماضي البطولة الأولى أحرامات مصر الدولية الأولى والنهاردة بتنظم التانية وإن شاء الله كل سنة إنها دخلت فيه جدوى للتحال الدولي بطولة دولية والدية على الأجندة الدولية فكمان بتدخل ضمن ترتيب في الرنك الدولي وترتيب الفرق والمستويات والدرجات اللي بتحصل عليها الدول في هذه البطولة هي البطولة حلوة يعني في مصر وتنظيم وصلاة حسن مصطفى يعني صلاة جميلة فكويس اللي فيه اهتمام بحاجة مثلا زي كده ولسه إن شاء الله عندنا الشهر الجاية عندنا بطولة أفريقيا معهلة للأولمبيات فإن شاء الله دعواتكم إن شاء الله نسعد بريس ونعمل نتاجة يعني نتشرف مصر إن شاء الله إحنا والله في معسكر من شهر أربعة كان عندنا بطولة لسه رجعين من بريطانيا وعملنا نتاج حلوة ودلوقتي عندنا بطولة هي بتاعة الهرامات دي دلوقتي إن شاء الله بكنا نسعد نهائة وناخد البطولة وبعاكا عندها إن شاء الله من أول يوم سبعة لحد يوم 15-12 بطولة أفريقيا مؤهلة لأولمبيات إحنا استعدنا البطولة دي إن إحنا عادين في معسكر لأولمبيات المعادي بقالنا أكثر من شهر أو الداخلين في شهر البطولة دي استعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبيات باريس 24 بطولة أفريقيا اللي جاية تكون هي المؤهلة لفرنسا وربنا معنا ويوفقنا وهي الميزة إن البطولات الودية والدولية والقرية إنها بدأت تقوم في مصر واللعبة بقال لها شعبية أكثر من الأول إحنا طبعا كان عندنا معسكر من فترة بدأنا المعسكر من 1-9 عادنا في المعسكر شهر وبعد كده كان فيه انقطاع عشان بطولة كاسم مصر بطولة سوبر وبعد كده رجعنا المعسكر المرة تانية في تلك ما كان فتت المعسكر حوالي شهرين أو تنين كان عندنا فيهم طبعا برنامج للسعداد للبطولة يوم بعدها بطولة أفريقيا فتعتبر بطولة الأهرامات الدولية التانية دي هي محطة أخيرة قبل بطولة أفريقيا أحب أن البطولة دي بطولة دولية استعدادا للبطولة اللي هتقاوم الشهر الجاي البطولة الأفريقية والبطولة الأفريقية دي بطولة رسمية إنها مؤهلة لدورة باريس البرلمبية فدي تعتبر بروفة للبطولة الرسمية إحنا هنا دورنا كلجنة طبية بتقوم بخدمة جميع اللي في البطولة سواء لعبين إداريين فنيين رعاية طبية كاملة أشربة ملاعب الحمد لله أشكر هاي المباراة كانت إليها إنها خاصة بزج عناصر شبابية والحمد لله أشكر قدرنا نتوفق بهذا الأمر بإذن الله صاد عندنا أصابة الحمد لله يعني هيها رياضة كرة هدف يعني بها صابعت وبها راحة فالحمد لله أشكر قدرنا نتغلب على الفريق المصري الحمد لله أشكر يعني حصلت عندنا أصابات غير متوقعة وقدرنا بالنهاء إنسا وشيء النادي المصري نادي قوي وندو منافس يمكن آخر اللحظات يلا تلاحقنا للنتيجة الناس دي أبطال قوي الحقيقة ليهم مننا كل التأدير والتحية والاحترام ربنا يكرمهم وينجحهم ويساعدهم يا رب